او عايز تعمل فيديو زي ده او عايز تعمل فيديوهات زي اللي انت شايفها قدامك دي فخليك معي الاخر الفيديو هتتعلم معانا اربع طرق مختلفة علشان نعمل فيديو انيميشنز زي اللي انت شايفها دي باربع مواقع مختلفة للزكاء الاصطناعي نتعلم نعمل او رسوم متحركة عن طريق الزكاء الاصطناعي هنتعلم كمان نعمل الصورة بتاعة الفيسبوك ممكن تستخدم الافكار دي علشان تنشئ بها قناة يوتيوب جديدة وتربح منها بدون ظهور ممكن تعمل منها قصص اطفال على قنوات اليوتيوب او ممكن تعمل منها الاستخدامات كتير مقدر ما انت تقدر تبدع في افكارك قبل من ابدأ الفيديو اسمعوا نصيحة مستر اكس اللي جاية واشتركوا في قناة وفعلوا زر الجرس وعملوا شير ولايك للفيديو علشان يوصلكوا كل جديد يلا بينا نبدأ هاي I'm Mr. Auchees I'd like to remind you to subscribe to Baseda Tube channel like the video and share it. See you soon هستقرب مع بعض الاربع موقع لما معنا النهاردة اخر موقع فيهم هو افضل موقع فيهم فخليك معايا الاخر الفيديو عشان تشوف النتائج المبهرة اللي وصلنا له اول موقع معنا النهاردة هو موقع ليابيكس ليابيكس بيسمح لك انك تعمل افكت سري دي على الصور زي اللي احنا شايفين قدامنا ده زي الافكت سري دي بتاع الصور سري دي بتاعت الفيسبوك علشان الموقع يقبل الصورة لازم تخلي بالك ان الصورة لازم تكون بلورد من ورا يعني صورة بورتري والباكجراوند بتاعتها شوية اه اه معمول عليها اوتوفوكس الموقع بيتيح لي ان انا اعمل اكاونت بالمجان مفيش مشكلة خالص هختار من هنا ان انا اطلود صورة هختار مسلا صورة لامة صلاح مسلا الصورة دي على فكرة معمولة برضو بالزكاء الاصطناعي زي ما انت شايفين كده ايه ادي خلى الشخص نفسه اللي في الصورة او الكاركتر نفسه اللي في الصورة بيتحرك والباكجراوند سبتا اقدر ان انا اغير حاجات كتير هنا اقدر اغير اللينس بتاع الانميشن او اقدر اغير الستايل لو انا مسلا عايز الحركة تبقى بالعرض او الحركة تبقى دائرية كده بالعرض او دائرة كده او مسلا بالطول او perspective perspective ده احسن واحد فيهم ممكن برضو اقول له عايز amount of motion يبقى اعمل ازاي الحاجة تانية اسمها focus point كل ما بغير حاجة فيهم بيغير منظر الانميشن او شدته الage دي برضو لو انا مزودها بيحدد الحواف اكتر بتاعت الصورة وبعد كده عندي حاجة اسمها advanced editor برضو بقدر ان انا العب في حاجات كتير الاخر حاجة عندي هنا هي و هي دي اللي بيستخدمها عشان يعمل الصورة او بتاع الفيسبوك اقدر ان انا اغير في اكتر من حاجة هنا هاسيبها زي ما هي او لو انا عايز اغير في اي حاجة عادي جدا من فيش مشكلة بعد ما خلص خالص بقول له save وبعد كده بقول له share بعد ما يخلص خالص ممكن انا اسيب الصورة باكتر من امتداد يعني ممكن اسيبها مسلا فيديو عادي عادي ما خلص خالص بنزلي الفيديو اللي انا عملته زي ما انتم شايفين كده هادي الفيديو الصورة بتتحرك بشكل سري دي شكله جميل جدا ممكن انك تستخدمها في قناة الفيسبوك بتاعتك ممكن تستخدمها في فيديوهات اليوتيوب بتاعتك لاستخدمات كتيرة وانت وخيالك بقى لو انا عايز استخدم الصورة ديت للفيسبوك هقول له فيسبوك سري دي فلما هقول له فيسبوك سري دي هو بيديني هنا التعليمات اللي انا المفروض اعملها هقول له save هينزلي المفروض صورتين الصورة الاساسية والصورة بتاعة الماب زي ما انتم شايفين كده دي الصورة الاساسية والصورة التانية او دي صورة الماب ودي الصورة الاساسية طيب عشان ابلود الكلام ده على الفيسبوك اعمل ايه ومنتهى البساطة هفتح الفيس بوك عندي. واقول له ان انا عايز ااد فوتو او فيديو. هبتدي ان انا هاخد الصورتين اللي هنزلولي. وبعدين هاد هدرجهم كده. في الفيس بوك. يعني باد صورة عادية بس الفرق ان انا باد صورتين مع بعض. على طول الفيس بوك لوحده بيعرف ان دي صورة سري دي. بيقول لي بليز ويت وايل وي ار كريتن يور سري دي فوتو. هستنى بحد ما يخلص خالص وبعد كده اقول له بوست. هنشوف شكلها مع بعض دلوقتي. يعني قديني قلت له بوست اهو. زي ما انت شايفين دي صورة النهائية لما بحرك الماوس يمين وشمال كده. الصورة بتتحرك معي. لو بصين عليها كده وهي كبيرة. زي ما انت شايفين كده. ده الشكل النهائي. طبعا ممكن تعمل ده في صورتك. ممكن تعمل ده في صورة اي حد تاني. الموقع التاني اللي معنا النهاردة. اللي بيتاح لك انك تعمل سري دي انيميشنز هو اسمه myheritage.com. هسيب لكو كل لينكات المواقع في صندوق الوصف. الموقع ده بيتاح لك انك انت لو عندك صورة ابيض وسود انك انت حسن جودتها. او لو هي فيها اي عيوب او مسلا انت عمل لها سكان او فيها اي عيوب انك انت تصلح العيوب ديت. او انك انت تعمل عليها انيميشن زي اللي انت شايفها دي. الموقع في حاجات مجانية وحاجات مش مجانية. الحاجات اللي احنا بنشرحها في الفيديو ده هي المميزات المجانية في هذا الموقع فقط. لرجة تانية لازم تبقوا عارفينها ان احنا واحنا بنعمل الاكاونت هيوديك على صفحة اللي هي ان انت تدفع. حاولوا لأ انا مش هدفع. وحدخل على اللينك اللي انا كتبه لكم في صندوق الوصف على طول بعد ما اعمل الاكاونت. علشان ابتدي استخدم التريال اكاونت. اول حاجة في الموقع ده هنستعرضها هي ميزة تلوين الصور. تلوين وتحسين جودة الصور. وحقف هنا على فوتوز وبعدين هبتدي ان انا اقول له واختار الصورة اللي انا عايزها. اختار من هنا مسلا صورة ابيض وسود قديمة شوية. علشان برضو الموضوع يبقى واضح بالنسبة لكم. حسنا صورة الفؤاد المهندس من فيلم قديم يعني. فممكن نستخدمها. زي ما انت شايفين كده ايه الفرق الواضح. يعني ادي الصورة هي وهي متلونة. وادي الصورة العادية. طب انا ممكن كمان اقول له انهانس. علشان احسن جودة الصورة. يعني ممكن الونها وحسن جودتها كمان. زي ما انت شايفين كده ايه? دي صورة النهائية اللي ظهرت عني. طبعا الفرق واضح جدا. يعني هنا في الكواليتي الفرق واضح جدا. الصورة اتلونت وتحسنت. طب انا عايز ادول الفوتو ديت. فحاول له انا عايز ادول الفوتو. فتمام كده انا خلصت. الميزة التانية اللي عندي في الموقع ده وهي ميزة ديب ستوري. ان انا ممكن الصورة بقى اللي انا عملتها دي اعمل عليها قصة. قصة متحركة. وان انا احرك نفس الصورة دي. هنشوف مع بعض دلوقتي ازاي. افتار نفس الصورة الابيض واسود اللي انا لو انتهى وقسنت جودتها. مسلا صورة فؤاد المهندس اهي. وبعد هنا اقول open. هو هنا بيحسن جودة الصورة تاني. هنشوف مع بعض بقى ال options المتاحة بالنسبة لنا بعد ما يخلص. بعد ما يخلص خالص هو اصلي الصورة. لان هي دي حتة اللي هتبقى بتتكلم في الصورة. اقوله مسلا انا عايز الكاركتر بتاعي داي بقى ميل مسلا. هسميه مستر ايكس مسلا. وبعدين اقول له next. من هنا بقدر ان انا اغير الكلام اللي انا عايز اكتبه اه او اللي انا عايز الشخصية بتاعتي دي تقوله في الفيديو. الفويس اوفر مسلا. طبعا الملاحظ هنا في الموقع ده ان هو مش بيسابورت العربي. فاحنا للاسف هتترى انك انت تختار من الفويس دي صوت انجليش. فده الالعيبة الوحيد في الموقع ده. اختار اي صوت من دول لو انا عايز مسلا باسمعه. كده كده باقوله سيف. ممكن كمان لو انا عايز اعاد شابتر تاني. يعني اعاد اكتر من شخصية بقى ونعمل بقى فيديو طويل وشابتر وكده. فنقدر نعمل الكلام ده. خلصت خالص. باقول له كريات ديب ستوري. ماشي باكسيبت. وكونتينيو. خلي بقى ان الموقع بيتيح لك انك تعمل قصة واحدة بس. بس انا طبعا مش محتاجة اقولك انك انت تقدر انك انت تعمل اكتر من جوجل اكاونت. بس انا ما قلتلك شيئا. لكن بقيت المميزات الثانية اللي احنا شرحناها في الموقع سواء تلوين الصورة او اه تحسين جودة الصورة هي مجانية تماما. خلصت خالص. بقول له دول لو ديب ستوري. تعال نشوف كده اه شكلها عامل ازاي. هاي. انا ميستير اوكيس. اريد ان اذكركم ان اشتركوا في بس اتوب channel. اشتركوا في الفيديو و اشتركوا. رئيس عصابة رئيس عصابة يعني. اخر ميزة عندي في الموقع ده وهي مجانية برضه. حاجة اسمها animate photos. هذه ممكن انا احرق بها الفوتو بس ما يبقاش عليها صوت. ممكن اشتركوا ان انا ابلود فوتو. مثلا اختار صورة محمد صلاح دي. زي ما انتم شايفين كده دي الصورة النهائية. هو عمل عليها animation بسيط. بس بصراحة يعني شكلها واقعي جدا. دي كانت صورة احنا عاملينها بالزكاء الاستماعي. يعني خلاها كانه بيتحرك كده بسيط قوي. طبعا ممكن انك انت تستخدم كل الحاجات اللي احنا بنشرحها دي في قنوات اليوتيوب بتاعتك. في قنوات الفيسبوك بتاعتك. ممكن تتعمل بها فيديوهات بدون ظهور. انت وابداعك. موقع التالتة اللي معانا النهاردة هو موقع كات او برو. موقع كات او برو هو من افضل المواقع اللي بتقدم لك خدمات معالجة للسور وللفيديوز بالزكاء الاصطناعي. زي انك مثلا ممكن ترموف الباكجراوند. زي ان انت ممكن تحسن جودة الفيديو او تلون الفيديو او ترموف من فيديو. لكن الميزة اللي احنا بنستعرضها مع بعض النهاردة هي ميزة باختصار بتعملك بسيط من اي اه صورة انت تدها له. احنا مسلا هن ابلود امج هنا. هنختار مسلا الصورة اللي معانا دي. وبتختار من هنا اللي انت عايز تعمله على الصورة. كل واحدة من دول بتعملك مختلف على الصورة. عادة ما خلص خلص بقول له ممكن نستعرف معاكم ومسال كده من احد الحاجات اللي احنا عملناها بالموقع ده. واحد من اقوى وافضل مواقع اللي بتخليك تعمل او فيديوز بالزكاء الاصطناعي هو موقع كايبر دوت يا اي. الموقع ده باختصار بيخليك ان انت تعمل من صورة انت تدخلها او من وصف انت تكتبه. هو يبتدي ان هو يعمل لك رائعة زي ما نشايفين بالمنظر ده. الموقع بيديك لما تعمل عليه اكاونت بيديك حوالي تلاتين كريدت. التلاتين كريدت دول يكفوك انك تعمل فيديو حوالي تلاتين ثانية. وبيتجددو كل شهر. طبعا مش محتاجة اقولك ان انت تقدر تعمل اكتر من اكاونت. حس الموقع فعلا يستاهل انك تعمل عليه اكاونت لو انت بالربط وعجبك لان هو بيطلع نتائج جميلة جدا زي ما حنشوف مع بعض دلوقتي. اولا ما بابتدي خالص موقع بسيط جدا مفوش حاجة. باقول له كريد فيديو. عايز ان انا ابلود صورة تمام. مش عايز ان انا ابلود صورة واكتفي بالوصف تمام برضو. هنحاول ان احنا نبتدي ابلود صورة. نشوف كده النتائج اللي هتطلع لنا. بعد كده هقول له continue to prompt. الميزة في الموقع ده بقى ان هو بيساعدني ان انا اكتب البرومبت. يعني ايه? يعني هو مسلا بادي هنا. I want to create a video of select subject. هتختار subject من دول. مسلا هقول له portrait of main character. تمام? بعد كده بيقول لي هتختار ال style بتاعه. هختار ال style من هنا. مسلا ا ا ا ا ا ا ا ا اها ممكن بعد كده تختار الارت او شكل الفيديو حيبقى عمل ازاي? هل هو 3D render ولا اويل ولا black and white. مسلا ممكن اقول له ان انا اختاره. مسلا. هو بعد كده خلاص يعني تطلع لي كل ال ممكن. بقى لو انا حابط ان انا اضيف اضيف. يعني مسلا حكتب هنا مسلا. مو صلاح. وحضيف هنا كمان اجيب شان كينج بعد كده حقول لي continue to settings هنا بيقول لي زي ما قلتلكم الكريدت اللي معانا يسمح لنا ان احنا نعمل لحد فيديو تلاتين ثانية هنا لو انا عايز ان انا اخلي الصورة الاولانية بادية في اول الفيديو هنا مقدار التعديلات اللي هو عايز يعملها على الفيديو يعني لو هو اقل هيبقى الانوميشن هادي شوية لو هو نحية اليمين اكتر هتبقى الانوميشن سريعة اوي تعالوا كده نكريدت ونشوف ايه اللي هيطلع لنا بعد ما خلص خالص زي ما انت شايفين النتيجة النهائية الفيديو النهائي للانوميشن زي ما انت شايفين كريدتف جدا وعمل الانوميشن سموز جدا طبعا يعني احنا عملنا برومبت يعني في اقل من دقيقة طلعنا الفيديو الانوميشن بتاعنا في الاخر لكن طبعا كل ما انت زودت الابداع بتاعك في الكتابة اللي انت كاتبها طبعا هتطلع نتائج افضل من كده بكتير خلوني برضو استعرب معاك وبعد النتائج التانية اللي عملتها بنفس التول دي زي ما انت شايفين دي امثلة تانية احنا عملناها بنفس الموقع ده موقع بصراحة رائع جدا 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 ممكن تستخدمه في انك انت تعمل فيديو كليبس او حاجات تستخدمها مثلا في انك تعمل قناة يوتيوب بدون ظهور وفيه افكار تانية كتير او قصص للاطفال او حاجات تانية كتير بكده نكون انتهينا من فيديو النهاردة اتمنى انتوا تكونوا استفدتم الفيديو لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير ولو انت اول مرة تزورنا في القناة ما تنساش تشترك وتفعل في زر الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد اول باول واشوفكم في فيديو جديد بازن الله اشتركوا في القناة